في ذكرى المولد النبوي الشريف كمال الدين وإتمام النعمة ما لم تشكل حكومة كاملة الصلاحيات العراق أزمة تليد أزمات ثلاثة أسباب تجعل الاتفاق النووي مع إيران ميسرا لكن ما هو تأثير ذلك علينا في العراق ابقوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم نبارك لكم ذكرى المولد النبوي الشريف قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا طبعا تعرفون جيدا أن هذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى هو جاء أيضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما نصب علي وليا للمسلمين من بعده في يوم الغدير بعد حجة الوداع ونحن نستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف ماذا يتعين علينا أن نفعل وقد أكمل الله لنا عبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والإمامة هذا الدين العظيم لماذا نحن منقسمون لماذا نحن مشتتون لماذا نحن أصلا مختلفون حتى في موضوع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف هناك من يعتقد أن هذه أو الاحتفال بهذه الذكرى بدعة من البداع والحال أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما تروي لنا الأحاديث الشريفة نفسه كان يحتفل بعيد مولده عندما كان يصوم يوم الاثنين ويحرص على الصيام يوم الاثنين وكان يقول أن هذا هو اليوم الذي ولدت فيه كان يتبرك بهذا اليوم وهو رسول الله وطبعا الكثير في تاريخنا هناك الروايات الكثيرة تتحدث عن أن المسلمين أخذوا يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف بشكل منظم وممنهج إلى أن وصل الأمر إلينا ونحن الآن نفعل ذلك في الدول الكثيرة في العالم الإسلامي تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف حتى لا يوجد هناك خلاف إلا فئة معينة فئة بسيطة لديها موقف بالأساس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الفئة هي التي أنتجت لنا الفكرة التكفيري والعقائد الضالة التي لاحظنا تأثيراتها في هذه التنظيمات التكفيرية التي انتشرت هنا وهناك وطبعا كان للعراق فيها حصة الأسد وأيضا لسوريا وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل المرجعية الدينية العليا فتوى الجهاد الكفائي وطبعا هذا الشعب العراقي العظيم بكل أديانه وفئاته وطوائفه ومذاهبه وأعراقه كله هب لتلبية هذه الفتوى فكان هذا الانتصار العظيم على دولة داعش الإرهابية كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اخترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فمن هذا الباب من باب أن الاحتفال بذكرى مولد سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم هو من أفضل الأعمال وأعظم القربات لأنه أيضا تعبير عن الفرح والحب للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذا طبعا صدرت بهذا المضمون صدرت هناك فتوى من دار الإفتاء المصرية ردا على أولئك الذين يشككون بموضوع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لكن علينا في نفس الوقت أن نستفيد من الدروس ومن العبر التي تمنحنا إياها هذه الذكرى العطرة الذكرى الشريفة وطبعا نحن تحدثنا عن الأخلاق تحدثنا عن الرحمة الآن نتحدث عن الصبر الذي ردده ربنا سبحانه وتعالى على مسامع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الآيات وجعله من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يقول له واصبر وما صبرك إلا بالله فاصبر صبرا جميلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل والصبر نصف الإيمان ولذا فإن الصابرين يوفون أجورهم عند الله بغير حساب نحن نعاني من الكثير من المشاكل في العراق وفي دول أخرى في عالمنا الإسلامي مع كل الأسف نعاني من مشاكل عديدة نحتاج فيها إلى الصبر الصبر هنا ليس الخنوع وليس الخضوع مثل موضوع الانتظار انتظار الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الصبر الإيجابي الصبر الاستراتيجي الانتظار الإيجابي نستفيد من ذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكي نعد أنفسنا للانتصار أولا ننتصر على أنفسنا لأنه هذه النفس جهادها هو الأعظم هو الأكبر وبعد ذلك ننتصر على أعدائنا بالصبر وبالجهاد وبالاستفادة من أساليب الرحمة أيضا أن نظهر للناس الرحمة التي ينطوي عليها الإسلام ويفهمون أننا على حق عندما يجدون أننا نتبع أساليب مشروعة نحن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة الوسيلة هي أن تكون وسائلنا مشروعة كما أن أهدافنا مشروعة وهذا هو من إكمال الدين وإتمام النعمة لأنه حتى نشكر هذه النعمة أن نتمسك بهذا الدين وحتى نعترف بأنه بالفعل أن الله سبحانه وتعالى أكمل لنا هذا الدين بالإمامة أن نمضي على نهج الأئمة المعصومين ولدينا الآن الإمام المعصوم عجل الله تعالى فرجه الشريف ونظرة واحدة فقط فاحصة بسيطة بالحديث الشريف إني مخلف أو إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تظل أبدا حتى في المضمون حتى يردى علي الحوض إذا تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا حتى في روايات مختلفة يردى علي الحوض حتى يردى الحوض شنو معناها؟ معناها أن هو هذا إكمال الدين وإتمام النعمة كمال الدين وإتمام النعمة معناها أن الإمام العترة المتمثلة بإمام غائب هو يبقى في هذا العصر حتى نذهب إلى رسول الله في الحوض هناك يعني حتى يوم القيامة حتى انتهاء هذا الكون هناك إمام هذا الحديث يكفي لأن يثبت أن هناك إمام معصوم أن هناك إماما يمضي على خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الآية تكفي أيضا للتأكيد على أن رسول الله ترك لنا من بعده من يمسك بهذه الأمانة لذلك أنتم تلاحظون في التاريخ ما سمي برزية الخميس عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب كتابا فمنع أو حيل بينه وبين أن يكتب كتابا لنا لما بعده بعده صلى الله عليه وآله وسلم لاحظتم النقطة المثيرة أن رسول الله لم يصر كثيرا على كتابة هذا الكتاب لأن الله أكمل الدين وأتم النعمة بعيد الغدير بيوم الولاية الأعظم حتى وإن كره الكارهون وحتى وإن تآمر هذا وذاك على هذا الدين الحنيف وأرادوا أن يبعدوا الإمام عن موقعه المهم نحن علينا أن نستفيد من عصر الغيب عصر هذا العصر الذي وعدنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالانتصار إذا تمسكنا بنهج رسول الله وبنهج أهل بيته ونحن نحتاج ذلك في العراق بشكل خاص لكي نقضي على هذا التشرذم وهذه المؤامرات التي تحاك على قدم وساق للإطاحة بأتباع محمد وأهل بيته عليهم السلام ابقوا معنا لم تشكل حكومة كاملة الصلاحيات العراق أزمة تليد أزمات لاحظتم أحبائي إحاطة مبعوثة الأمم المتحدة في العراق السيدة بلاس خارت التي لم تخرج كثيرا عن السياقات العامة التي تمارسها هذه المبعوثة الأممية لتنفيذ أجندة خارج إطار السياقات المحلية العراقية تتعارض بشكل كبير مع مصالح العراق نعم هناك ربما لقطة مفيدة يمكن العمل عليها يمكن التأسيس عليها وهي التأكيد على تشكيل حكومة بس التركيز مرة أخرى على الحوار بالطريقة نفسها التي دعا لها السيد مصطفى الكاظمي حوار يلد حوارا حوار يلد حوارا وقبل أن تتشكي الحكومة كاملة الصلاحيات أعتقد هذا عمل أولا عبثي وثانيا ينطوي أيضا على محاولات للإبقاء على حكومة السيد مصطفى الكاظمي وما ينطوي عليها من أزمات يشهدها العراق في الوقت الحاضر يعني نستطيع القول بضرس قاطع بضرس قاطع أن الفترة التي تولى بها السيد مصطفى الكاظمي منصبه كرئيس للحكومة وحتى يومنا هذا هي فترة قذقة شهد العراق فيها تطورات خطيرة انقسامات خطيرة شهد صراعات كبيرة شهد فتنة الخضراء الدموية الرهيبة وليس خافيا على الأقل أن أقول التراخي الذي أبداه السيد القائد العام للقوات المسلحة مع تلك الاحتجاجات وكيفية وصولها إلى المنطقة الخضراء ودخولها إلى المنطقة الخضراء وحصل ما حصل أعوذ بالله كفان الله فتنة أكبر حمى الله العراق حمى الله العراقيين جميعا لكن هذا الأمر يتكرر والآن يتكرر ويزداد عنفا ويزداد ضراوة وتحديدا في مناطق الجنوب البصرة بشكل خاص البصرة مدينة نفطية أكثر من 95% من ميزانية العراق هي من النفط تعتمد على النفط ومعظم هذا النفط يأتي من البصرة اللي على قولة أهنة مثل السمشة ماكولة مذمومة وشفته في الأيام الأخيرة صواريخ تطلق على الحجد الشعبي قتال في الشوارع أنف دموي أمن مفقود هناك تعمد واضح لإحراق البلد إذا احترقت البصرة احترق العراق تكرر الأمر في الناصرية في العمارة ليش لأنه لا توجد حكومة كاملة الصلاحيات لأن هناك تراخد لا أريد أن أقول تعمداً حتى نحترم السياقات العامة بل يجب أن نطالب الجهات الرسمية بتحقيق القضاء القضاء معني الآن هذا ما يسمى باعتلاف إدارة الدولة وهي معنية أساساً الآن بتشكيل الحكومة عن طريق الاتفاق على رئيس للبلاد وبعد ذلك رئيس للحكومة يجب أن يتخذوا موقفاً حاسماً حاسماً لإنهاء هذا العبث الذي يجري يومياً بحياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم ولا تزال هناك تهديدات تطلق من جهات من أشخاص من هنا وهناك للقيام بكل ما من شأنه عرقلت تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات مع كلام يبث هنا وهناك وإحاءات تريد أن تقول عليكم بالإبقاء على السيد مصطفى الكاظمي ليبقى الوضع كما هو عليه إذن شنو اللي صار إذن لماذا انتخابات مبكرة ولماذا هذه الخسائر في الأموال وفي الأرواح وفي الخراب الذي شهدته المدن خصوصا مدن الجنوب حيبة الدولة الدولة العراقية التي سقطت تقريبا أمام أو على وقع تبادل إطلاق النار هذه الاستعراضات التي تجري خارج إطار القانون لماذا لا يتم حاسبة أولئك وخصوصا وأنه الآن لا يوجد غطاء شرعي ولا غطاء قانوني ولا حتى غطاء حزبي نقول هكذا لهذه الجماعات المنفلتة التي تستخدم السلاح خارج إطار الدولة بعد التغريدات التي لاحظتمها ومواقف الأطراف السياسية التي تبرأت من هذه الجماعات ودعت إلى محاسبة الخارجين عن القانون بالقانون لكن هل سيعبد السيد مصطفى الكاظمي إلى المحاسبة طبعا لا باختصار وببساطة لأنه يمني نفسه بولاية ثانية فلا يريد أن يقطع بعض الجسور مع بعض الجماعات من جهة وأيضا في نفس الوقت هكذا يعني أنا قرأت إحاطة السيدة بلاسخار تعطي هذه الإشارات وهناك أيضا في نفس الوقت تأجيج إعلامي من قنوات فضائية تعمل على إيجاد مبررات غير مشروعة للعنف والاضطراب في البلاد وفي نفس الوقت تروج وتسوق وتهدد بتدويل الأزمة العراقية يعني هذه الأزمة السياسية هناك تحريض متعمد من وسائل الإعلام طبعا ليس كلها كلها بس هناك وسائل الإعلام محددة اشتغل على هذا الخط التدويل الترويج للتدويل تهديد العراق إذا شكلتم حكومة بهذا الوضع السياسي الحالي فلن تلاقوا اعترافا دوليا ويمكن أن يعرض الأمر على مجلس الأمن لوضع العراق تحت الوصاية هذا تهديد لا تستطيع الأمم المتحدة أن تفعله الآن لا يستطيع المجتمع الدولي في خضم هذا الصراع الكبير المتفاقم عالميا في أوكرانيا على سبيل المثال الأزمة في اليمن انتهت الهدنة أعبائي راقبوا اليمن كم مرة قلت لكم اليمن ضابط الإيقاع راقبوا اليمن اليمن لم يوافق نفت قائمة جديدة إلى بنك الأهداف التي ستستهدفها إذا لم تنفذ شروط أنصار الله في إنهاء الحرب العدوانية تماماً وطبعاً يتم ذلك عن مو بس وقف اطلاق النار وتمديد الهدنة لا لا رفع الحصار البري الجوي المائي عن اليمن يقول لك علي وعلى أدائي ماذا ماذا سيحصل إذا نفذ أنصار الله تهديداتهم ومع كل ذلك اليمني الأمم المتحدة تتفاوض مع حكومة صنعاء باعتبارها حكومة أمر واقع شبيكم أنتو في العراق من اللي يخوفكم بلاس خار شكلوا الحكومة شنو هذا التسويف هذا التسويف يؤدي إلى أزمات كثيرة وكل أزمة تلد أزمة أخرى ليخوفوكم بالأمم المتحدة وبالتدويل الأمر الواقع يفرض نفسه نعم أن تشكل الحكومة وترك باب الحوار مواربا مع الأخوة الآخرين الذين يرفضون حاليا الانضمام إلى هذه الحكومة والكثير منهم لا يعرف شنو معنى الحوار هو الحوار شنو حوار انتخاباتي لسباق الانتخاب أو حوار لإنهاء الأزمة وهذا لم يتم وستستمر هذه الدائرة ونحن ندور في دائرة مغلقة العزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وافقوا لم يوافقوا لم يتوصلوا سيتوصلون إلى مرشحين للرئاسة وعلى هالرنة وطحينش ناعم والعراق يحترق وليجدوا فيكم غلظة والعوف جدية الغلظة هنا الجدية خليشوفون العين الحمر لفرض الأمن والاستقرار ولكي يعيش المواطن ويتنفس الحياة ابقوا معنا ثلاثة أسباب تجعل الاتفاق النووي الإيراني ميسرا لكن ماذا عن تأثير ذلك على أوضاعنا في العراق طبعا نحن نهتم كثيرا ويجب أن نهتم كثيرا بتطورات الأزمة النووية في الجمهورية الإسلامية لأسباب كثيرة وأيضا لتطورات ما يجري داخل الجمهورية الإسلامية محاولات فرض شروط على الجمهورية الإسلامية محاولة تحريك الشارع الإيراني لأسباب وذرائع مختلفة وطبعا استمرار فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية هذه طريقة تتبعها الولايات المتحدة مع الجمهورية الإسلامية منذ انتصار الثورة الإسلامية في فبراير 1979 بل حتى قبل أن تنتصر الثورة يعني في زمن الشاه وأثناء المظاهرات المحتدمة آنذاك وطبعا كان الشاه قد دفع أموالا ضخمة لشراء بعض المعدات العسكرية الأسلحة من الولايات المتحدة لكن أثناء اندلاع الثورة واحتدام الثورة وقرب الانتصار فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على إيران والشاه صديقهم ومنعوا صدور أو إرسال هذه الأسلحة إلى إيران طبعا بعد انتصار الثورة زادت العقوبات ووصلت إلى ما سماها ترامب عقوبات الضغط الأقصى أو الحد الأقصى في نفس الوقت كانت الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا الكيان الصهيوني ودول أخرى في المنطقة تحاول أيضا أن تستفيد من بعض عملائها في الداخل مثل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة والإرهابية اللطيف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي هي والدول الأوروبية نفسها هي التي صنفت منظمة مجاهدي خلق بأنها منظمة إرهابية بعدين رادوا يستفيدون منها في 2012 رفعوا اسمها من قائمة المنظمات الإرهابية وشغلوها يعني هم تجسس وهم القيام بأعمال إرهابية اختيال المشاركة في الاختيالات وهناك أكثر من 17 ألف ضحية قتلوا على أيدي منظمة مجاهدي خلق فقط في إيران ناهيك عن أعداد الشهداء الذين شاركت هذه المنظمة بقتلهم في زمن الطاغية صدام حسين من الأكراد ومن الشيعة وهذه تعرفونها جيدا فأقولوا يعني هذه كلها يعني محاولات لفرض إرادة ما تريده الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية لكن الجمهورية الإسلامية بفضل الله استطاعت أن تتجاوز مثل هذه الضغوط بل وتصبح دولة قوية ولاحظتم يعني هذه مسألة الحرب التي سموها جزافا بالحرب العراقية الإيرانية وهي حرب فرضها صدام على الشعبين العراقي والإيراني وبشكل خاص في محاولة لدق إسفين بين الشيعة في إيران والشيعة في العراق هذه الحرب خرجت منها إيران التي كانت دولة استوها طالعة من ثورة إسلامية وشاه لديه جيش كان يسمي نفسه بالخالدين وألوية الخالدين وغيرها مارسوا كل أنواع القتل والإرهاب ضد الشعب الإيراني قتلوا في يوم واحد 15 ألف في ساحة جالة سموها بعدين ساحة الشهداء في 1964 في انتفاضة قرداد الخامس عشر من قرداد فدولة يعني كانوا يعتقدون أنها مفككة ضعيفة لكنها خرجت من تلك الحرب العبثية المجنونة دولة صاروخية الآن إيران الصواريخ اللي تمتلكها مو بس تمتلكها ظلوا يقلدوها هذه اليمن الآن أصبحت أيضا دولة صاروخية ولعلكم شفتوا العرض العسكري الكبير الذي نظمه أنصار الله اللجان والقوات المسلحة وباقي صنوف الجيش اليمني التي أرعبت الولايات المتحدة وأرعبت تحالف العدوان اللي قاعدين الآن كما قلت لكم في المحور الثاني يتوسلون لتمديد الهدنة وهذا كله يصب في صالح العراق لأن أزمات المنطقة ومنها الأزمة النووية هي مرتبطة بأزمات متشابكة مترابطة منها طبعا الآن الأزمة السياسية التي نعيشها في العراق لذلك نحن نهتم بإيران أولا للجوار الجغرافي هذا الجيوسياسي ما يهمنا في إيران استقرار الأمن في إيران قوة إيران وبالمقابل إيران أيضا يهمها قوة العراق وحدة العراق سلامة أراضي العراق أن يكون العراق خاليا من التبعية وخاليا من التبعية لهذه القوة أو تلك وخاليا من الأرهاب بغض النظر عن الجانب العقائدي وبغض النظر عن موضوع العلاقات التاريخية التي تربطنا بالجمهورية الإسلام وبإيران عموما موضوع الزيارات والأزرحة والأئمة أقول بغض النظر لكن الأمن القومي في البلدين شئت أم أبيت مترابط لا يمكن تفكيكه أحدهما يؤثر على الآخر فمن هذا الباب نحن نهتم كثيرا ويجب أن نهتم كثيرا بنتائج المفاوضات النووية مع الجمهورية الإسلامية الآن بعد أن فشلوا في قضية هذه المظاهرات التي افتعلوها والتي مورست خلالها كل أنواع العنف والقتل واستطاع الإيرانيون كشف الكثير عن ملابساتها حتى نجحوا أنا ذكرت لكم في الحلقة الماضية حصلوا على وثائق تدين دولاً أوروبية معينة ومحددة قامت بتشكيل وبتأسيس غرف عمليات لتقويض الأمن الداخلي وبعد يومين يمكن سيتم عرض مقابلات مع زوج وزوجة فرنسيين دخل إلى إيران لتوزيع أمواله وقصتهم إن شاء الله ممكن عندما تبث سأنقل لكم بعض ما اعترف به هؤلاء وما قام به طبعاً التلفزيون الإيراني بث بعض المقاطع عن هذه الاعترافات التي تؤكد تورط دول كبرى بفرنسا وألمانيا وأمريكا اللي هم أعضاء فاعلين في المفاوضات النووية مع إيران أقول أنه بعد أن فشلوا في قضية المظاهرات وما قدروا يفرضون ضغوطاً على إيران هم الآن يفصلون نعم يفرضون عقوبات بحجج مختلفة على إيران والله يا بعض القادة شاركوا في ما يسمونها بقمع المظاهرات هم شاركوا في الحفاظ على أمن بلادهم بالمناسبة ليش الولايات المتحدة والدول الأوروبية لم تفرض عقوبات على من شارك في قمع المظاهرات في العراق وعلى من شارك في قتل قوات أمنية عناصر من القوات الأمنية ومتضاغرين وليش دائماً الأمريكان يطمطمون ويحاولون ما تطلع مثل هذه المعلومات عن الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم وليش هاي الكيل بمكيالين أقول ما رغم كل ذلك الآن هناك أسباب كثيرة تدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى العودة إلى الاتفاق النووي أولاً حصل هناك أو حصلت تسوية للنزاع القائم بين الجمهورية الإسلامية والوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالضمانات الضمانات التي تطالب بها الوكالة الدولية عن بعض المواقع التي تقول الوكالة أنه يشتبخ أنها أثرت على بعض اليورانيوم يعني إشعاعات أو آثار اليورانيوم مخصصة السبب الثاني هناك تفاهم بين إيران والدول الأوروبية طبعاً عن طريق الدول الأوروبية أيضاً مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة ما ندري باتشل إيش رح يصير على أن يحصل الإيرانيون على ضمانات اقتصادية يعني العودة للاتفاق النووي مقابل أن تحصل إيران على ضمانات اقتصادية عن النتائج صدرنا فتها تحصن فلوسها مو تصدرنا فتها وفلوسها تكون مجمدة تعرفون هذا موضوع السويف وغيرها من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران والسبب الثالث أو لنقل الإشارة الثالثة التي تؤشر على أنه يمكن أن يصلوا إلى اتفاق النووي حصل هناك في الآونة الأخيرة تبادل لعدد من السجناء هناك سجناء أدينوا بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية في إيران تم الإفراج عن أحدهم هو أمريكي طبعاً أصول إيرانية مقابل أن أيضاً تفرج الولايات المتحدة الأمريكية عن سجناء إيرانيين هناك وأيضاً تفرج عن أرصدة إيرانية مجمدة هذه إشارات إيجابية إذا نجح الإيرانيون وفرضوا شروطهم سيترك ذلك آثاراً إيجابية علينا في العراق وهذا يؤثر أيضاً على موقف الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها طبعاً من الأزمة السياسية الجارية الراهنة حالياً في العراق ومن موضوع تشكيل الحكومة طبعاً هذا يؤثر على كل الملفات التي تنخلط فيها إيران واللي إحنا أيضاً جزء منها مثل سوريا مثل لبنان وطبعاً اليمن وطبعاً 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 ترجمة نانسي قنقر